وليد ممكن احنا متابعين في برنامجنا في اول سؤال لينا انت لعبت كرة لعبت كرة اول مرة لمست فيها الكرة يا كنسنك كم سنة بص كان بالظبط طبعا مش فاكر يعني انا هتلعب وانت سنك كم سنة انا ساكن اصلا في كبر القبة ايوه والدي ما عنديش اخوات والدي ووالدتي ما يعرفوش حاجة في الكرة خالص تقريبا اول مرة انا نزل تلعب في الشارع مع صحابي حافظ عليها اه طبعا والدي حافظ عليها دي البركة طبعا ربنا يديها الصحة امين يا رب نزلت لعب كرة في الشارع مع صحابي كيف سنة كان تقريبا ممكن يبقى ست سنين ست سنين ست سبعة اه في حدود دي اول مرة لمست فيها كرة كان عمرك ست سنين تقريبا كانت كرة الشراب ولا كرة كوتش ولا كرة البيلة كان كله كان كرة عادية وفيه كرة الشراب بس ما لعبناش كرة شراب كتير يعني لعبتها حوالي مرتين تلاتة لكن كانت الكرة العادية هي كان ليك فرقة في الحي بتاعك اللي انت بوجود اه طبعا احنا كان عندنا فريق وكان عندنا فريق الاجبر مننا كان كابتن بدر وموفق ده فرقة جامدة جدا اللي هم الاجبر مننا بتلقى بتلفوا على الاحياء بقى بنلف بقى على المدارس على ال ما كناش بنلف على الاحياء قوي اللي عايز يجي يلعبنا يلعبنا بس احنا كان لنا ناس كبار حريفة قوي فكنا بنتفرج عليهم منهم حد لعب درجة اولى في اندية والله يعني ولا ما كملوش ما ظنش انهم اكملوا لكن كلهم كانوا لعبة جامدة وطبعا كان ساعتها موضوع برضو الجيل بتاعكم الجيل السبعينات خلص على ناسك كان مكسر كمان الدنيا الكلام ده ايه في السبعينات ما هو انا موليد واحد وسبعين فلو احنا بنقول مثلا سبع سنين يعني تمانية وسبعين تمانية وسبعين انتو كنتو عاملين ايه بقى كسرين الدنيا اه كنا ما شاء الله منتخب مصر والنادي الاهلي وافريقيا هو ده بقى هو ده بقى اللي حبيبني في الكورة يعني انا فاكر كواس قوي وانا عندي ست سنين سبع سنين وانا بتفرج علي الجيل ده كابتن خطيب طبعا وحضرتك وكابتن مصطفى يونس وكابتن اكرامي كل بقى المجموعة العالمية دي حلمت في يوم من الايام وانت بتفرج علي النجوم دي انك تبقى نجم وتلعب في وسطهم او تبقى زيهم مليون في المية طبعا انا في الاخر وانا بتفرج علي الجيل ده حلمت ان انا ممكن اكون اين كان بيعجبك في الجيل ده اولا الحرفانة يعني هو كان الجيل ده مميز او كورة ساعتها كانت مميزة بالحرفانة كابتن خطيب ياخد على صدره ويروح منزل الكورة كابتن صفى طعب حليمي روح عامل لحضرتك السرو انت روح عامل بالعرض محسن صالح كابتن محسن ما تفرجش عليك كتير للامانة انا في الاول كان الله يرحمه صفى ايوا كابتن صفى تفرجت عليك كابتن طبعا كابتن خطيب كابتن شريف عب منعم كابتن اكرامي وهو رايح يجيب الكورة جمال عبد العظيم كابتن جمال عبد العظيم صهر الشير بص بقى انت يعني يقول طبعا حاجة يجيل العالمي وانت بتلعب مع مع اصحابك في الفرقة بتاعكو دي من من اللعيبة اللي شافك والاك يا وليد لازم تروح تلعب في اي نادي كبير يعني الحمد لله والشكر اللي كانت الموهبة بينا قوي بينا والحمد لله كانت بزيادة يعني وانا عندي ست سبع سنين لا كنت تعمل رقص يعني كان معايا واحد صاحبي ربنا بقى يمسي بالخير يعني معرفش اخباره ايه دلوقتي اسمه عصام بوكتر عصام بوكتر ممكن تقيد عبد فرج عليك دلوقتي يا رب يا رب وربنا ديله الصحة يعني ان شاء الله يكون ان شاء الله اللي انا فاكره كويسة طبعا بنلعب ناس كتير بس عصام تحديدا كان حارس مرمى يعشق انه يطير عالاسفلت عالطراب كنا بنلعب في طراب كنا بنلعب في مكان كبير جدا واسع عندنا في كبرلقوبة طراب ويعشق انه هو يطير فانا من اول مرة كنت اعمل كده واروح موقف الكورة فيروح هو طاير فالموضوع ده عجبني اوي اجع حط الكورة اروح موقف الكورة اروح هو طاير ولعيب يا باب تتزحلى اه وانا عندي 7-8 سنين فالموضوع عجبني وكان جسمك قليل كده جدا صاير جدا طبعا فالموضوع ده خد مني مع الفرجة اه طبعا حبيت الكابت الخطيب جدا يعني رقم 10 كمان ما شفت الكابت الخطيب لابس رقم 10 حلمت بقى او قلت يا رب لو بقيت لعيب كورة هلبس رقم 10 طيب هل كورة الشراب هل اديتك المهارة الكورة الصغيرة لا ولا دي موجودة اصلا في اللاعب والعيب هو لازم ينمي المهارة اللي عامة ايوة المهارة دي من عند ربنا الموهبة نفسها من عند ربنا سبحانه وتعالى لعبت كورة شراب ملايبة واكبر دليل على كده ان في لعيبة موهوبة جدا دلوقتي وما فيش كورة شراب خلاص اتلاغب المواهب قليلة اول لوقتي هوليه المواهب قليلة في العالم كله لكن في الاخر طبق المواهب يعني عندك ميسي مثلا على المستوى العالمي طبعا كارستيانو في مواهب كبيرة جدا على المستوى المصري محمد صلاح طبعا مكسر الدنيا وكل العبت النادي الاهلي دلوقتي افشا مسلا حريف قوي عبدالقادر 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 حريف قوي وما شافوش الكورة الشراب